تدري إن في الكعبة تعبان أسود مرعب جداً شافوه الناس بعيونه حتى إنهم وصفوه بأنها أسود وبطنها أبيض وله رأس مثل الرأس الجديد وهذا التعبان بعثها الله سبحانه وتعالى داخل الكعبة عشان يحمي كنز الكعبة واللي راح يستخرج في آخر الزمان من رجل يسمى بذي السويقة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذي السويقتين من الحبش ومو هذا الشي الوحيد اللي راح نحكيه في قصة ففي شيء لقيوه تحت الكعبة يوم حاولوا يشوفونه اهتزت مكة بأكملها يعني صار في مكة مثل الزلزل أدري إن الأشياء اللي جالس أقولها الحين عجيب وعلى الأرجح إنك جالس تشكك في صحة أنا والله إني أول ما سمعتها مثلك شككت في صحة إلين قريتها ذي كتب موثوق فإش قصة كنز الكعبة وإش قصة هذا التعبان اللي بداخلها وليس اهتزت مكة كاملة يمحاولوا يشوفون إش اللي تحت الكعبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانة ومأواكم ومثوانة ومثواكم يا رب العام كيف حالكم؟ إن شاء الله نكون بخير واموركم إن شاء الله فريقا قبل ما نبدأ في قصة اليوم حاب أقول لكم إن كل المصادر موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذا أنت مشكك في أي قصة جالسة أقولك إياها بإمكانك تروح تدخل على نفس الرابع وتبحث في الكتاب نفسه لأنه سنحكي في قصة اليوم عن أسرار الكعبة من أول من بنت إليني اليوم اللي أذن فوقها بلال بن رباح رضي الله وعلي في اللي ما تعرف إن الكعبة هو أول بيت إن بنى على وجه الأرض ويقال بأن الملائكة هي أول من بنى الكعبة وهذا قول أبو جعفر الباقر والأرجح أن آدم هو أول من بنى الكعبة بعد ما أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجنة وهو أول بيت إن بنى على وجه الأرض وفوقه مباشرة البيت المعمور في السماء فيقول أبو ظر رضي الله عنه في يوم من الأيام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي مسجد مضيعة في الأرض أول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فبعد ما بنى آدم عليه السلام الكعبة جلست سنين طويلة والبشر تعظم الكعبة تطوف حولها وتصلي للكعبة وتعظمها لأن وقتها جميع من في الأرض زي ما قلنا قبل كده موحدين إلي العهد نوح عليه السلام واللي في عهده انتشر أول شرك بين الناس ونسيت البشر الكعبة وصاروا يعظمون أصنامهم اللي صنعوها بأيدي ما عاد ناس بسيطة قلة من الناس نوح هو أصحابه فأنزل الله سبحانه وتعالى عذابه بقوم نوح فأغرق الأرض كعبة فما بقي على وجه الأرض شيء يذكر حتى الكعبة بنفسها ما بقي منها إلا قواعد مدفونة تحت تربة حمراء كما ذكر فأوحى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام أوحى إليه بأن ياخذ زوجة هاجر وولدها الرضيح إسماعيل عليه السلام ويروح لوادي في جزيرة العرب الوادي هذا مهجور وقاحل ما فيه أي نوع من أنواع الحياة يحطهم في هذا الوادي ويخليهم لوحدهم من دون أي شيء وفعلا هذا اللي حصل أخذهم إبراهيم وحطهم في هذا الوادي القاحل وما كان معهم إلا ما قليل تخيل طفل وإمرأة في وادي قاحل وما معهم إلا ما قليل لكن كانت ثقتهم بالله عالية جدا حتى يوم قف إبراهيم يبيروح قالت إمرأتها لمن تتركنا فقال لها لله سبحانه وتعالى أترككم فقالت ونعم بالله إيمان في أعلى مراحل والمسألة إنما تركهم يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر تركهم سنين طويلة فبعد سنين طويلة رجع إبراهيم عليه السلام لهذا الوادي في يوم وصل ما حرف الوادي تغيرت ملامح الوادي تماما فكان الوادي هذا مليان بالحياة والماء ومو بس كده حتى مليانه بالبشر فكان في هذا الوادي قبيلة كاملة فدور إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل لقي ولده متزوج حتى متزوج من هذه القبيلة في إش اللي حصل لزوجة إبراهيم وهذا الرضيح إسماعيل عليه السلام يوم تركهم أبوهم إبراهيم عليه السلام كانوا بيموتون من العطش بس الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام فضرب برجله في هذا الوادي فتفجر من هذا الوادي ماء فصار الوادي مليان بالماء فكانت هاجر تحاول تلم الماء وتقول زم زم فسمي بماء زم زم واللي هو نشربه إلى يوم كهذا وزيما نعرف أن الماء هو سر الحياة فكل الحيوانات والطيور تتبع الماء وهذا كان سبب لكشف هذا المكان لقافلة جاية من الشام وهذه القافلة من قبيلة تسمى جرهم يوم كانوا مرين على هذا الوادي يعرفون أن الوادي هذا قاحل ما فيها أي ماء بس شافوا الطيور تحوم فوق هذا الوادي فقالوا أن فيه شي جالس يصير في هذا الوادي في يوم راحوا لقيوا ماء كثير وامرأة وطفل منظر عجيب فصاحوا من فوق الجبال لمن الماء فقالت هاجر لي فقالوا لها تسمحين لنا نشرب من هذا الماء عنا قافلة مار فقالت نعم وأنست لهم هاجر يعني تبقى الناس تتوى النسب بس هذه القبيلة استوطنوا في هذا الوادي وهذا الوادي كان مكة المكرمة واللي عندها قواعد الكعبة فكانت جرهم هي أول من سكن مكة بعد ما لقيوا إسماعيل وأمه في ذاك المكان وفي ذاك الوادي فتزوج إسماعيل عليه السلام من جره وأصبح له ولد اسمه نابت ابن إسماعيل وفي هذا الوقت أوحى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بأنه يرجع لهذا الوادي عشان يرفع قواعد الكعبة ويبنيها من جديد بعد ما مر عليها سنين طويلة وقواعد الكعبة تحت التروح فرجع إبراهيم عليه السلام لهذا الوادي وانصدم باللي شافر لأنه رجع بعد سنين طويلة لقي هذا الوادي أصبح مدينة حتى إن ولدها أصبح متزوج قد حطه رضيح هناك ويمر جعله كان متزوج فانت احسب العمر فقال لولده يا ولدي الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نرفع قواعد الكعبة وأشر على مكانها وكانت تربة حمراء وفعلا بنوا الكعبة فكانوا أول من بناها من بعد طوفان نور وكان شكلها موم مربع زي ما نشوفها في أيامنا الحالية كان شكلها بهذا الشكل ما أقدر أقول لكم مدري إشي اسم هذا الشكل فحفر إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة حفرة من جهة اليمين الحفرة هذه لها سر عجيب رح نذكرها بعدين بس حطها في بالك الحفرة هذه كويس وجاء جبريل عليه السلام وعلمهم مناسك الحج واللي هي نفس مناسكنا إلى يومك هذا في يوم خلصوا مناسك الحج وصلوا لمنطقة فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام عارفت مناسكك قال إبراهيم نعم فسمي هذاك المكان بعرفه وقيل بأن هذا هو سبب تسمية عرفه بعرفه فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم إنه يؤذن في الناس بالحج فصعد إبراهيم عليه السلام على الجبال فنادى بأعلى صوته وقال أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فسمعها جميع من في الأرض إنسها وجنها أسمعهم الله سبحانه وتعالى صوتها فمات إبراهيم عليه السلام وأصبح خليفة من بعده إسماعيل ولد عليه السلام فجلس إسماعيل عليه السلام في مكة فترة في يوم مات إسماعيل عليه السلام ومات ولد نابت هنا جرهم طمعت بالحكمة وطمعت إنها تستولي على مكة فقامت بالسيف وأخذت مكة بالغصب وأصبحت من بعدها تحكم مكة فأخذوها وكانوا يدعون بالحج ويقيمون شعائر الله سبحانه وتعالى وكانوا حنفاء بس أخذوها بالغصب يعني أخذوها بعد قتال بس بعد فترة بدأ إيمانهم يقل وبدأوا يفسدون في الأرض بدأ يظهر الظل ويقل فيهم المصلحين فانتهكوا حدود الله ومحاربها حتى إن الكعبة ما سلمت منهم فقيل بأن كان الرجل يختلي بالمرأة في جوف الكعبة أعوذ بالله كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى بس إنهم كانوا فجرة تعدوا حدود الله وفي زمنهم حصل حدث عجيب من بعد هذا الحدث لقيوا تعبان أسود عظيم جدا داخل الكعبة هذا التعبان يمنعهم من دخول الكعبة كلما جاء واحد يبغى يدخل الكعبة ظهر له هذا التعبان العظم واللي راح نذكر قصته في آخر المقطع عشان الأحداث تكون رتبة أكثر في يوم أفسدوا في مكة هذا الفساد أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم قبيل هذه القبيلة قاتلتهم حتى طردتهم من مكة غصبا عنهم هذه القبيلة هي قبيلة خزاعة اليمنية في يوم هزمت جرح وجو خلاص بيطلعون من مكة مرة واحدة وكانت وجهتهم حتى الشهم قاموا على زمزم يدفنوها دفنوا زمزم لأنهم يعرفون أن ماء زمزم هو سبب وجودهم وبقاءهم في هذا الوادي فإذا دفنوا ماء زمزم أكيد أن خلاص مكة بتصير مهجورة يعني وكذا خربنا عليهم كيد يعني بس فدخلت خزاعة وما همها الأمر واستولت على مكة بعدما أفسدت جرهم فساد عظيم في مكة والله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة لأن حرمة البيت عظيم والله سبحانه وتعالى غيور سبحان الله أرسل الله عليهم جنود أقوية طردوه وقهروهم حتى فكانت خزاعة تتفاخر بهذا الإنجاز وكان محد يقدر يدخل للكعبة أبدا بسبب هذا الثعبان الضخم فجلس هذا الثعبان الضخم سنين طويلة داخل الكعبة ويقال بأنه جلس خمسمائة سنة فجلست مكة في حكم خزاعة فترة طويلة وكانوا على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام فكانت حتى تلبيتهم للحج على ملة إبراهيم نفس تلبيتنا عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بس ما استمر هذا الوضع على هذا الحال وقت طويلة فكان في بذرة خبيثة في خزاعة وهو رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعة عمر بن لحي هذا كان سيد من سادته وكان فيهم كريم ومطاع كان يعني رجل مثال لباقي الرجال وجميع خزاعة تنظر لهذا الرجل بأنه الرجل الكامل الكل معجب فيه فأكبروا فيه حتى تبروا أن كلامه دين يعني لا ينطق عن الهوأ يعني استغفر الله فحرف في دين إبراهيم ودخل البدح في دين إبراهيم عليه السلام حتى إن في يوم كان يسير على راحلته في موسم الحج فكان يلبي تلبية إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا بشيخ نشدي غريب الوجه يمشي جنب عمر بن لحي وكان هذا الشيخ يضاهي بصوت عمر بن لحي يضاهي في التلبية في صيح بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك متحمس فبدأ عمرو بن الحي يكرر وراء هذا الشيخ النجدي لبيك اللهم لبيك فيقول الشيخ النجدي لبيك لا شريك لك لبيك وعمر بن الحي وراء يكرر إلى الحين الوضع تمام فقال الشيخ النجدي إلا شريك هو لك ساكتوا الجميع ما كرروا وراءه طالع فيه عمرو بن الحي وقال له ماذا فبدأ هذا الشيخ النجدي يرقع في الموضوع ويرقع في كلامه فقال إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ها هو شريك صح بس الله يملكه ويملك ملكه يحنا ما شركنا إلى الحين ذكروني ببعض الطوائف يعني بس خليني ساكت بناظر عمرو بن لحي وقال لا أرى بهذا بعثا هو شريك والله يملكه والوضع عوافق يعني ما خرجنا من الحنيفية والتوحيد فبدوا يلبون وراء عمرو بن لحي بهذه التلبية والشاي بالنجدي هذا مبسوط فرحان وحتى أنه رجع فيه طاقة شيطانية لأن هذا الشيخ النجدي كان إبليس ومتشكل على هيئة رجل فخزاعة تقبلت هذه التلبية بقلب شريك وكلمت إلا شريك هو لك تملكه وما ملك لا زالت تجري في عقوله وكانوا فقط ينتظرون عمرو بن لحي يتدخل في المسألة إذا عمرو بن لحي قال تمام حنا تمام عندك فقام عمرو بن لحي وبدأ يبحث عن هذا الشريك من هو هذا الشريك فكان يخرج حتى خارج مكة يدور لهذا الشريك لله حتى جاب معاه الأصنام لمكة فكان عمرو بن لحي هو أول من جاب الأصنام حول الكعب حتى إنه دخل الأصنام داخل الكعب فبدأ يبتدع ويدخل أشياء من راسه من هو حتى إنه حر في طريقة الحج اللي أخذوها من نبي الله إبراهيم عليه السلام فكانوا المشركين منقسمين إلى طائفة الطائفة الأولى هم الحمس والطائفة الثانية هم الحلة أما الحلة فكان وضعهم خطير جدا هذه الطائفة كان أغلبهم خارج مكة وكانوا يطوفون بالكعبة وهم عرياني ما عليهم ملابس وكانوا يقولون لا نطوف بالبيت في ملابس عصين الله سبحانه وتعالى بها شوف الخير كيف منبع الخير يا شيخ لكنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكان يعني وصل بهم الإيمان إلى درجة أنهم بدوا يفكرون يقولون ملابسنا هذه عصين الله فيها خلينا نشيل الملابس وانطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى وحنا عرياني فكانوا الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالنيل حتى إن النساء كانوا يحطون أيديهم على عوراتهم ويرددون ويقولون اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحيله فكان بعضهم من اللي يستحي على وجهها أو يعني عنده حياء من أنه يطلع عورتها أمام الناس يعني عنده القليل من الفطر يطلب من أهل مكة بعض الملابس اللي يتغطي عورتها ومن بعد ما يخلص الحج يأخذ هذه الملابس ويرميها عند باب الكعب ولا عد تجوز لا يلبسها ولا يلمسها فتجلس في مكانها حتى تأخذها الرياح أو أن الناس تدوسها حتى يعني تدخل داخل الأرض من كثر ما تدوسها الناس شوف قد أيش وصلت البدع فيهم وكانوا يطلبون هذه الملابس بعض الأحيان من أهل مكة واللي هم من الطائفة الثانية واللي هم أكثر تشدد في الديل وهم أكثرهم من أهل مكة هذه الطائفة اسمها الحمس واسمهم كذا لأنهم متشددين ومتحمسين فالحمس مأخوذة من الحماس فكانت هذه الطائفة فيهم القليل من الفطرة فما كانوا يطوفون حول البيت عرياني كانوا يلبسون لباس وكان لهم لباس معينة بس حتى هم برضو كان عندهم بدعا فكانوا إذا أحرموا ممنوع عليهم أنهم يستظلون أبدا يجلسون في الشمس من دون أي ظل ولا يأكلون بعض أنواح الأكل حرموا على أنفسهم بعض أنواح الأكل من رهوسهم ولا يقطعون أي نبات من نباتات مكة هذا كلهم محرمين وفي شيء ابتدعوا من روثهم الحقيقة عجيب جدا فكان الأحمسي إذا أحرم ما يقدر يدخل أي دار من بابها أي بيت ما يقدر يدخل من بابها فحرموا على أنفسهم دخول البيوت من أبوابها فكان الأحمسي يحفر في ظهر بيته عشان فقط يدخل يغتسل ولا ياخذ بعض الأكشف لأي درجة ابتدعه حتى إن في عام الحديبيا في واحد من الصحابة كان محرم وكان هو واحد من الأنصار كان هذا الصحابي يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فوقف الأنصاري وقف عند الباب ولا قدر يدخل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدخل فقال الأنصاري إني أحمسي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُحْمُسِي دِينِي وَدِينَك سَوَارِ وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحمسي في المعنى أي أن متحمس ومتشدد في الدين فوقتها أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقر وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا ألمهم أن نرجع لخزاعة الحين وكيف أن ندخل الشرك فيها وانقسموا إلى طائفتين زي ما قلنا وجلسوا على حالهم خمسمية سنة حتى أصبح حول الكعبة ثلاثمية وستين صعبس بعد الخمسمية سنة هذه رجع لهم رجل موحد وهو ولد من أولاد إسماعيل عليه السلام هو قصي بن كلاب طبعا قصي بن كلاب هذا كان يلقبونه بقريش يعني كان له مسمى يعني والله أعلم إذا كان موحد أو لا لكني قريت إنه موحد وقصي بن كلاب هذا اللي هو قريش هو شد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم رجع لمكة حارب خزاعة حرب قوية جدا حتى انتصر ورجعت مكة لنسل إسماعيل عليه السلام وأصبحت مكة تحت حكم قريش نسبة لقصي بن كلاب بس قصي بن كلاب ما غير معالم الشرك حول الكعبة أبدا فجلست معالم الشرك حول الكعبة حتى جاء من نسل قصي بن كلاب محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء واللي الحين بنعرف كيف فتح محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحرارها من كل هذه الأصنام اللي حول الكعبة ورجع مكة على ملة إبراهيم عليه السلام خذ لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطلع لك من دوم نطول بسم الله نبدأ إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية أنصحك بشدة أنك تروح تشوفها عشان تفهم بعض التفاصيل في قصة اليوم فكيف رح تفهم كيف نقط صلح الحديبية وانت ما تعرف شو الصلح أصلا واش الأحداث اللي حصلت فيها فأتمنى إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية أنك تروح تشوفها عشان تفهم قصة اليوم لأنه حرام تشوف هذه الحلقة وما تعرف بعض التفاصيل المهمة في هذه الحلقة بس عشان ناخذ برضو صورة كاملة بنراجع بعض التفاصيل اللي مرة مهمة في أحداث قصتها صلح الحديبيا كان قائم على السلام بين أهل مكة والمسلمين لمدة عشر سنوات فكانت هذه المدة المقررة يعني في العهد وكان ضمن هذا العقد شروط كثيرة ومن هذه الشروط أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده من باقي القبائل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم يدخل معهم باقي وأن القبيلة اللي تنظم لأي من الفريقين سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قريش تعتبر جزء من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوان على ذلك الفريق أو ذلك القبيلة فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا بنو بكر في عهد قريش يعني إذا قريش تعدت على خزاعة كأنها تعدت على المسلمين وإذا المسلمين تعدوا على بنو بكر كأنهم تعدوا على قريش وبكذا الصلح ينهدم بس يوم خلصوا الصلح وبيتوا المسلمين في ذاك الوادي قامت مجموعة من قريش وقتالوا واحد من المسلمين ودوبهم عقدوا صلح الحديبي فقام واحد من الصحابة ومسكهم وجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دأهم يكون لهم بدء الفجور وثناح يعني بيكون لها ذول الفئة أول الغدر وآخر بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عند ميمونها أم المؤمنين رضي الله عنها في يوم انتصى في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى عشان يبغي يصل الليل فتحكي ميمونة رضي الله عنها وتقول وهو يتوضى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسمع هيقول ثلاث مرات لبيك 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 نصرت 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 قلت عجبت كنت فكر أن هناك أحد جالس يتكلم عن نبي صلى الله عليه وسلم فانتظرت إيلين رجع للحجرة تقول فسألت قلت لها يا رسول الله سمعتك تقول لبيك ثلاث مرات ونصرت ثلاث مرات هل كان في أحد معاك تخاطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا راجز بني كعب يعني هذا صراخ بني كعب اللي هم خزاعة يستصريخوني يزعم أن قريشا أعانت عليهم بكر بن وائل اللي هم بني بكر بات النبي صلى الله عليه وسلم ذيك الليلة عند ميمونة رضي الله عنه يوم أصبح الصبح ذكر المغازي أن محمد بن عمر رحمه الله يقول أن في ذاك الصباح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لقد حدث في خزاعة أمر قالت عائشة يا رسول الله أترى قريش تجتري على نقض العهد بعد اللي حصل لهم يعني تنقض العهد الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى فقالت يا رسول الله خير رد النبي صلى الله عليه وسلم خير بس بعد فترة إلا برجل من قزاعة يوافر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الصباح ويقول له يا رب إني ناشدت محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدى ودعوا عباد الله يأتوا مددى إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة تعرف إش اللي حصل بين خزاعه وبني بكر وإش المشكلة اللي في الأصل بينهم لازم نرجع وراء إلى ما قبل الإسلام كان بين خزاعه وبني بكر حرب شديدة جدا وكل هذه الحرب بدت بقتل تاجر من التجار تاجر من بني بكر كان هذا التاجر عندها أموال كثيرة جدا توجه هذا التاجر إلى خزاعه لغرض التجارة يعني بس ما كان يعرف أنه قبره هناك لأنه أول ما توصت خزاعه قامت مجموعة من خزاعه وقتلوا الرجال وأخذوا أموال لم شافوا أنه عندها أموال كذا قالوا نصفي بس يوم وصل الخبر لبني بكر زعل وزعل شديد جدا ووالله ما ألومهم الحقيقة كجهزوا لهم خطه واغتالوا رجل من خزاعه كنوع من رد الاعتبار قتلتوا واحد من رجالنا عندنا نقتل واحد من رجاله وقاموا خزاعه يمشافوا الأمر زي كده قالوا والله لنأدبه والله لنقتل من كبار بني بكر واللي هم كانوا بني الأسود وكانوا بني الأسود هذولا يعني من كبار العرب إلى درجة أنه كانت دية الواحد فيهم كديتين من الرجال العادي من عظم شأنهم يعني وضعهم يعني هاي كلاس بصنخت خزاعه واغتالوا واحد من بني الأسود وهنا اشتبت بني بكر وحصلت بينهم كثير من النزاعات بس قبل ما تاخد بني بكر بثأرها دخلت خزاعه في صلح الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا في الإسلام ودخلوا بني بكر في عهد قريش من باب المعادة بس دم بني بكر باقي فور ما أخذوا بالثأر بس قاموا رجال من قريش يحرضون بني بكر على الثأر ومو بس هنا مدوا لهم بالأموال وأرسلوا لهم حتى رجال قريش ووصوهم وقالوا لهم يعني حاولوا تهجمون في الليلة لا تهجمون في الصباح وما عليكم الوضع يعني تحت الصيطة طبعا هذول الرجال اللي من قريش سووا هذه الفعلة من دون علم سيد قريش اللي كان في ذاك الوقت أبو سفيان كان سيد قريش في ذاك الوقت بعد ما مات نص سادة قريش في المعارك السابقة خزاع دائما يستقوم من ماء قرب مكة واسمه هذه الماء الوتير وحنا نعرفهم يجلسون في الوتير ليلة كاملة ويرجعون في الصباح اسمعوا يا قريش بنتربص لهم ليل ونهجم عليهم كعصابة في الصحراء نقتل منهم اللي نقدر ونهرب وبكذا خذنا بالثأر ومن دون ما حد يعرف حتى لو عرفوا بأن حنا بني بكر نجحد يا حبيبي قطع طولنا ما حد يعرف من نحت وتشجحت قريش وقاموا حتى مجموعة من رجال قريش يشاركون في هذه المعركة أو في هذه الغيلة وكان هذه المجموعة فيها الأشخاص اللي اغتالوا الصحابي في صلح الحديب صديق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء فعلا هذا اللي حصل خزاعة خرجت تستقي في ماء الوتير وبنوا بكر بين الجبال ينتظرون ينتظرون الفرصة المناسبة أدلج الليل عليهم ومن دون سابق انذار هجموا بني بكر عليهم وقتلوا فيهم مجموعة كبيرة هربت خزاعة ولحقوهم بعض بني بكر علموا منهم أخذوا بثأرهم لأن القصة هنا تطول وحصلت أحداث بر قوية جدا بس أول ما حصل هذا الحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع في الليل عند ميمونة رضي الله عنها في هذاك الليل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك 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 فمع أن هذه هي خيانة وطعن في ظهر المسلمين إلا أنه كان أكبر فتح للمسلمين فبعد ما قتل الكثير من خزاعة في الوتير أصبح الصبح فتوجه عمر بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلم عن اللي حصل فدخل عمر بن سالم المدينة يبحث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عائش نسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشعر اللي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفزع رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمر بن سالم بس ما هي لفترة بسيطة إلا بسيد خزاعه يدخل المدينة يجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره كل التفاصيل خبره الخبر بكل التفاصيل والأدلة بر فرط له السبحة كاملة يوم ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وإيش الفضائح اللي حصلت في الوتير قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدح يعني كإني أرى أبو سفيان الحين يدخل المدينة يبغي يشد العقد يعني يجدد العقد ويرجع لعلاقات زي ما كانت وكان في واحد مع الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتح كان يسمع كل شيء وكان لحاطب ابن بلتح أهل في قريش باقي ما أسلم وكان واضح على حاطب ابن بلتح أهل خوف كان خايف على أهله اللي في مكة وكان حاس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ مكة بس بعدها خرج سيد خزاعة متوجه لمكة بس وهو في الطريق إلا يواجه أبو سفيان سيد قريش واجهها في الطريق كان أبو سفيان متوجه للمدينة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس كان وجه أبو سفيان مليان خوف وشايف سيد خزاعة على طريق المدينة فسأله مباشرة وين كنت قالوا كنا في وادي قبل كذا ومرنا على هذا الساحل يعني ولا مرطية ما قالوا له أنهم خارجين من مدينة أصلا فقال لهم أبو سفيان يعني ما مريتوا على محمد شيء يعني كنكم جاي من نفس الطريق يعني ها إذا مريتوا على محمد قلوا لي خلوكم صريحين فقالوا لا ما مرينا أبدا على محمد ما مرينا على المدينة ما شفنا مدينة وفي أنفسهم يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيروح يحاول أنه يلحق العهد كانوا يفكرون أن الأمر بيمشي على أبو سفيان كده سلامات لكن أبو سفيان كان داهيا بسهل ومسهل زي ما توقعوا خزاع في يوم قف سيد خزاع ومشه انتظرهم أبو سفيان إليه أن اختفوا ونزل على بعر راحلتهم نزل على البعر وبدأ يفده بيده المدينة أرض التمور وأكيد أنهم إذا مروا على المدينة إن في بعر راحلتهم فصار لأن البعير بيأكل التمر بفصاح بدأ يفتت في البعر إلا والله داخل البعر فصار فص التمر اللي هو نواة التمر قال والله إنهم مروا على محمد فانطلق أبو سفيان للمدينة في يوم دخلها توجه للرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فالتفت الصحابة إلا والله بأبو سفيان دوبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنك فأقبل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال يا محمد أشدد العقد وزدنا في المده لا إله إلا الله نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم يعني هل فعلا جيت عشان العقد والصلح وإنما حصل شيء ينقذ الصلح فعلا قال أبو سفيان معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبي لا تغيروا ولا تبدلوا إنما أتيت يا محمد لأشد العقد وأزبط العلاقات سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتجحل يقوم أبو سفيان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي تجحل وبدأ أبو سفيان يحاول في النبي صلى الله عليه وسلم يحاول في الصحابة تكفون حاولوا يعني فعلا يا أبو سفيان ما حصل شيء واضح عليك متوتر لكن الجميع ساكت ولا أحد من الصحابة يكلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يمشاف النبي ما كلمه صاروا الصحابة حتى هم ما يكلمونه عشان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يمشاف أبو سفيان الوضع كذا وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه وجه أبدا توجه لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح لأبو بكر تكفي أبو بكر حاول في محمد يلين شويتين قال أبو بكر ما أنا بفاعل صحي أنت تبقى أشفع لمشرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لعمر يا عمر تكفى يا عمر فازعتك يا عمر فرد عليه عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله والله لو لم أجد إلا الذر لجهتكم به أخي عمر سبحان الله عمر ما عنده وقت فانطلق أبو سفيان لعثمان تكفى يا عثمان فازعتك يا عثمان رد عليه عثمان جواري في جواري رسول الله دار ما باقي إلا خيار واحد علي فانطرق لعلي وقال له يا علي تكفر إنك أمس القومي بنا رحيم وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبة أنت أقرب واحد لنا يا علي تكفر لا ترجعني خالي لديك فاشفع لي إلى محمد فرد علي علي ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمري ما نستطيع أن نكلمه فيه تبغاني أتشفع لك عند رسول الله أنت مشرك أراء من الشرك يا رجل أبعد حدود مو الحين تفتخر بأنك تتشبه بمشرك عزة وكرامة لن ترجع إلا بتمسكنها هنا خلاص أبو سفيان المسألة صارت أكبر منه أظرمت الدنيا في عيون يعني فوق أنه الأمر حصل من وراء ظاهري فقال لعلي يا أبا الحسن أني أرى الأمور اشتدت عالي فانصح فقال علي والله ما أعلم لك شيء أن يغني عنك شيء ولكنك سيد بني كنانة فقوم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك يعني أن تروح أطلب النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لقومك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان أو ترى ذلك مغنيا عني شيء بتنفع الحركة دي ولا لا فقال علي لا والله ما أظن ولكني لا أجد لك غير ذلك هو الحل الوحيد فقام أبو سفيان وهو محطم من الداخل ما بيده شيء وصار موقف أمام الجميع جدا محرد جدا سيء يعرف بأن النبي ما بيش الساقط وإن في جيوش بتأخذهم مثل العاصر لكن ما يعرف متى العاصر فتبدأ هذا هو الفرق فوقف في المسجد أبو سفيان وصرخ في المسلمين كلهم وقال قد أجرت بين الناس يعني أنا شفيع قومي بشفع قومي والتفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد أجرت بين الناس ولوالله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبو سفيان فركب أبو سفيان بعيرها ومشار رجع لقومه وصيح عليهم لأنه كان خارج السالف وكل هذا حصل من وراء ظهر وهو اللي النكب هم شره وهو شال الشر فقال لهم والله أنا حاولت أشفع لكم عندها فقال لولا هل أجاز ذلك؟ نفع قال لا ما نفع رد علي وقال أنت تقول ذلك يا أبو سفيان فعصبوا القوم وقالوا قالوا ويلك يا أبو سفيان وش ذا روحت ليش طيئة؟ والله إن زاد الرجل على اللعب بك وجئتنا بما لا يقني عنك ولا عنا شيئة أخذوك رايح جهاي وحكت علينا الخليقة كاملة ورجعت خالية لديك فقال والله ما وجدت إلا هذا قبحكم الله مالي فيما فعلته تركبوني الشرها قاتلكم الله طبعا ما أحد في المدينة كاملة يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى هذه الغزوة سر ما أحد يعرف متى سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة حتى لا ينتشر الخبر بين العرب وتتنبأ قريش بالله هذه الغزوة فبعد فترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تجهز لبس الحرب ولا تعلم أحد وين يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقامت عائشة رضي الله عنها تزبط للنبي صلى الله عليه وسلم لباس ترتب أدواتها وتنظف وترتب الملابس يعني تسوي الأشياء اللي أغلب البنات في هذا الزمام ما تبقى تسويها وهي ترتب أدوات المعركة إلا بالباب يفتح إلا بأبو بكر أبوها وشوف أبو بكر عائشة وهي ترتب أدوات المعركة فقال لها يا بنتي أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقالت نعم فقال لها يا بنتي وأنت توقعين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغزو ساكتت عائشة وأبو بكر ناظر قال لها الروم ساكتت ما ردت أبدا قال لها أهل نجد ساكتت ما ترد بأي حرف ساكت وتناظر في أبو فر قال قريش في غزو مكة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل تفت أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا رسول الله في غزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قال بنغزو الروم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أهل نجد فرد النبي صلى الله عليه وسلم لا سكت أبو بكر القريش يا رسول فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال نعم قال أبو بكر والصلح يا رسول الله بيننا وبينهم صلح أشي اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببنيك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا كعبهم خزاعة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسل لباقي قبائل العرب المسلمين وبواد المدينة وأطرافها ويعلمونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج الغزوة من دون ما يسمون أي وجه وإذا سألوهم يقولون الله ورسوله أعلم فتجمعوا من أسلم وغفار ومزينه وأشجع وجوهين وكثير من باقي قبائل العرب المسلم وجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح جيش المسلمين عشر ألاف مجرحد ويوم أصبح الجيش جاهز رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء ودع الله سبحانه وتعالى وقال اللهم خذوا العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها إلا برعد يخرج من سحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السحابة لا تستهل بنصر بنيك بس وراء الأودية حاطب بن بلتعه يعطي رسالة لفتاه مشركة من مزينه فقال لها اسمعي خذي هذه الورقة ووصليها لصفان بن أمية أو عكرمها بن أبي جهل أو سهيل بن عمر وانتبهي اخفي هذه الورقة في أي مكان لا حج يعرف أن معك هذه الورقة وترى الطريق هذا فيه حراس وفيه عيون كثيرة فاتخذي طريق غيرها ترجمة نانسي قنقر طير الغراب هو اللي علم قبيل كيف يدفن أخوه هابيل تحت الترابة فبعد دفنه لأخوه أصبح الدفن فطرة وتكريم للموتة بس بعض شياطين البشر حرفوا في الفطرة وبدلوا فيها وطلعونا الطرق ما أدري من وين جابوها ومن هذه الطرق اللي شفتوها قبل شوية مثل حرق الجثث ورمي الجثة للسباع وللطيور حتى أنهم استخدموا الموتة كسماد وفي بعض المواقع تبيع لحوم الموتة أعوذ بالله زي ما أنتوا شايفين الموقع اللي قدامكم أنا ما نداري ليش ما هم أحجوب إلى الحين علمهم أنهم جابوا طرق عجيبة جدا وما نعرف من وجابوها بس الفطرة السليمة أن الموتة يدفنون تحت التراب تكريما له بس تخيل معايا أن في رجل دفنوه تحت التراب بس أن الأرض هي اللي رفضتها وكل ما دفنوه يخرج خارج الأرض يرجعون يدفنونا ويلقونا خارج الأرض فإيش سوى هذا الشخص اللي وصل لهذه المرحلة هذا الشخص هو صحابي من الصحابة وهذا الصحابي سوى فعلها عظيمة جدا 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 عشراء آلاف مقاتل جاهزين للغزر على منطقة ما أحد يعرفها من الجيش كامل غير أبو بكر البقية فقط عندهم شكوك ناس تقول للروم وناس تقول لمناطق مختلفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو قتادة فرح أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس شوي وخرج وأخذ معه مجموعة من الصحابة والصحابة يناظرون فمسكوا الصحابة أبو قتادة وسألوه وش أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بها علمنا إذا علمك الوجهة ولا كيف فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى إضم وإضم هذه منطقة بعد مكة في اللي جاي من المدينة ويبغى يوصل لإضم لابد أنه يمر على مكة وهنا الجيش كامل تيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إضم بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى إضم يبغى قريش بس فعل هذه الفعلة كنوع من التمويل لأن أولا طريق إضم ومكة نفس الطريقة وإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريا خارجه من المدينة إلى إضم فكل الشكوك هنا بتنقطع وسلم مر من نفس طريق مكة فكل العيون اللي ممكن حطتها قريش قد انقطع عندهم الشك باليقين لأنهم شافوا أبو قتادة اتجه إلى إضم فإذا شافوا جيش محمد بيعرفون ويتقنون بأنه متجه ولاحق بسرية أبو قتادة ومستحيل أنه يقصد مكة أبدا وكل جيش الصحابة كان يعتقد بأنهم متوجهين إلى إضم ما في أي أحد من الجيش يعتقد بأنهم متوجهين لقريش وبكذا النبي صلى الله عليه وسلم موه تمويه قوي جدا حتى أن سرية أبو قتادة يوم مرت على مكة توترت قريش شافوا أبو قتادة وعرفوا بأن مع محمد بس متى ارتاحت نفسهم يوم تجاوز مكة وعرفوا بأن وجهتها لإضم هنا أخذوا نافس عميغ وريحوا شويتين بس سرية أبو قتادة حصل فيها موقف عجيب جدا يوم خرج أبو قتادة خرجوا مع نفر من الصحابة ومن هذول الصحابة صحابي اسمه محلم بن جثامة هليثية وهذا الصحابي كان بينه وبين رجل من إضم مشاكل مشاكل قوية جدا وكان هذا الرجل اسمه عامر ابن الأطبط في يوم وصلوا الصحابة لإضم إلا يمر بهم رجل على بعير ومعه متاع ولبن وخير يعني طبعا أغلب إضم مشركين والصحابة رايحين لإضم كسرية يعني ومليانين أسلحة في اللي يشوفهم يعرف النجيش بس يوم قربوا من هذا الرجل إلا بهذا الرجل يرفع يده ويسلم عليهم بتحية الإسلام فردوا الصحابة عليه السلام هذا الرجل مسلم ردوا عليه السلام وأمنوه ما سأقوله شيء أكيد إنه مسلم بس يوم قربوا منه إلا هو عامر ابن الأطبط اللي بينه وبين محلم مشاكل طالع فيه محلم وعرفه ما قدر يتحمل محلم وقام بصيفة عليه يقاتله وش قاعد يسوي هذا الرجل مسلم بس ما أمد الصحابة يفرعون بينهم إلا براس عامر على الأرض قتله والصحابة يناظرون وش ذا المصيبة هذا الرجل الواضح إنه مسلم ومحلم قتله بس ما اكتفى محلم هنا أخذ متاعه وبعيره وأغراض كلها كل الخير اللي كان معها أخذ محلم وكملوا طريقهم إلى إسلام بس يوم وصلوا إضم ما لقوا لا جيوش ولا في أي مقاومة منهم أبدا ما لقوا أي جموع في إضم فرجعوا الصحابة ومعهم أغراض عامر بعيره وباقي أشياء محلم ما يدريش المصيبة اللي جابها ما كان يعرف أبدا إلين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا باقي الجيش المتاع اللي رجعوا فسئلوا من وجالكم هذا دامكم ألقيت وجمع فقاموا الصحابة يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء وعلموه إن محلم قتل هذا الرجل اللي سلم عليهم بتحية الإسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم محلم أقتلته بعدما قال إني مسلم فقال محلم إنما قالها متعودا يا رسول الله خايفا من أن نقتله شاف جيوشنا وخاف أن نقتله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال محلم يا رسول الله لو شققت عن بطنه لكنت أعلم ما في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنت قبيلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه لنت اللي قبل الإسلامه ولنت اللي شققت عن بطنه وعرفت إيش اللي في قلبه وش يرضيه إذا أنت قتلت هذا فيش اللي يردك إنك تقتل البقية فقال استغفر لي يا رسول الله وهنا جات الصدمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك خيّل نبيتي على شخص بهذه الدعوة شوف حرمة دم المسلم في الإسلام قتل المسلم من السبع الموبقات وذكرت بعد الشرك مباشرة شيء لا يستهان فيها أبدا وهنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون حرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبرها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كان لها أثر على حياة محلم فبعد سبع أيام فقط من هذه الحادثة مات محلم وذهب إلى الله سبحانه وتعالى بما قدرها يوم دفنوا محلم وخلصوا من دفنه ورجع كل واحد لبيته جول اليوم الثاني ولقوا جسده خارج القبر فقاموا يقولون يا رجل شكلنا حنا نسينا أن ندفنه مع أنه شيء مستحيل يصير يعني ولكن لعله أن الشيطان لعب علينا وخلنا نرجع لبيوتنا قبل ما ندفن أو أنه دفننا القبر قبل ما نحطه في القبر شيء عجيب أو أنه في عدو من الأعدانة باش قبر ورجعوا ودفنوه مرة ثانية بس هذه المرة أمروا بعض الغلمان يحرسون القبر ويراقبونه بس الصدمة أنه أول ما أصبح الصبح لقيوا خارج القبر ناظروا في بعض وجالسوا يتناقشوا وقالوا بأن الغلمان شكلهم نعزوا وما حرسوا القبر حراسة مضبوطة يعني الشرائكم نحرس القبر حنا بأنفسنا عند القبر يراقبون القبر وهم يناظرون يراقبون القبر إلا بجسد محلم يخرج خارج القبر أمام عيونه هنا عرفوا بأن الموضوع أغرب مما كانوا يتخيلون فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه قالوا لها يا رسول الله كل ما دفننا محلم نلقى لهم الثاني خارج القبر وكأن الأرض ما تريد جسده ترفض جسده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتقبل من هو أشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى جعله آية لكم عشان تعرفون بأن حرمة دم المسلم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة أن محلم هذا الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى رفضته فيمعرفوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا قومه ورموه في مكان بين جبلين وبدوا يرمونه بالحجارة حتى دفنوه بالحجارة ومن بعدها راحوا وتركوا في هذا المكان ولا رجعوا له الله يعافينا مما ابتله به بس العجيب أنه مو هو الرجل الوحيد اللي مذكور بأن الأرض رفضتها ففي رجل آخر نصراني ادعى أنها أسلم وأرسل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلم والأمور تمام ولكن بعد فترة بسيطة ارتد عن الإسلام وقال لمن حوله شفت محمد هذا ما يقرأ إلا ما كتبت له تفكرون أنه وحي من الله لا يا حبيبي أنا أكتب لها أرسله وهو يتلو على قومه بما كتبت أنا فأماته الله مباشرة فقاموا قومه يدفنونه تحت الأرض فرفضت الأرض جسدها كل مرة يدفنونه يلقونه خارج قطع أعوذ بالله وكانت هذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل مات ولا زال الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلونا الحين نرجع لفتح مكة تتذكرون الإمرأة اللي أرسلها حاطب بن بلتع كانت متوجهة من طريق ما حد يعرفها أبدا فكانت تمشي إليه وصلت لروضة اسمها روضة خاخ فجلست في هذه الروضة جيوش المسلمين متجهة إلى مكة ولكنهم متجهين إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويأمر بالزبير بن العوام وأبو مرعد الغنوي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ روضة خاخ اللي فيها الإمرأة اللي أرسلها حاطب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم فإن بها إمرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن بلتع إلى المشركين فأتوني بها فقاموا الصحابة ومسكوا حاطب بن بلتع فانطلقوا الصحابة الأثنين وكان معهم علي بن أبي طالب فيقص علي بن أبي طالب القصة بنفسها فيقول علي بن أبي طالب انطلقنا مباشرة لروضة خاخ يوم وصلنا إلا بإمرأة أمام عيوننا إمرأة على بعيرها مثل ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فركضنا عليها ووقفنا بعيرها وقلنا لها أين الكتاب وين الكتاب اللي معك طلعي قالت ما معي كتاب الصحابة ما عندهم وقت وراهم معركة ومهم فاضين لللف والدوران كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا تلفين الدورين يقول فأنخنا بها بعيرها يقول في يوم نزل بعيرها فاتشنا كل شيء ندور يميني سار ما فيه ولا كتابة فقاموا وقالوا ما ما معا كتابة فاتشنا كل شيء يقول علي فقمت وقلت لهم لقد علمت ما ما كذب رسول الله والتفت في المرأة وقلها والذي أحلف به لإن لم تخرج الكتاب لأجر دنك يعني طلع الكتاب واللحنب انطلعها بعد ما انفصقك كامل خافت المرأة ونزلت على حزامها وطلعت صحيفة من خسرها يقول علي رضي الله عنها أخذنا الصحيفة وانطلقنا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالرسول عند حاطب يكلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت يرد حاطب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت إمرأة ملسقا في قريش يعني يا رسول الله أنا ماني من قريش وصحاطب ابن أبي بلتع كان من بنو لخم وهو من قريش بس كان لها أهل في مكة فيقول وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم أما أنا يا رسول الله ما لأحد يحمي أهلي هناك كل المهاجرين عندهم وأنا مهاجر فأحببت يا رسول الله إذا فاتني ذلك من النسى فيهم أن أتخذ عندهم يدها يحمون بها قرابتي والله لم أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام يا رسول الله ولن أرضى بالكفر بعد الإسلام كان قصد فقط يوصل الرسالة هذه لأحد يكون له يد في حماية أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم فقام عمر بن الخطاب وقال إنه قد خان الله ورسوله المؤمنين فدعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال احملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة هنا دمعت عيون عمر وقال الله ورسوله أهلا الله ورسوله أهلا شفت هذا الصحابي العظيم على عظم منزلته ما كان معصوم من الخطأ فضاعف عند نفسه مشاعره وأخطأ فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن بعد هذا الموقف حرك الجيش متوجهين بمكة كل الجيش متوجه إلى مكة ويعتقدون بأنهم يتوجهون إلى إضم إلا من اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بس وهم في الطريق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وصلى ركعتين أسيام قام من الصلاة إلا هو يبكي بكاء من الحزن فناغر عمر بن الخطاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي ما لك يا رسول الله بس كان النبي صلى الله عليه وسلم حزين حزن شديد بس قبل ما نبدأ قصة اليوم عندي لكم قصة حصلت زمان زمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لطفل يتيم الأب وعايش مع أمه فقط يعني أبوه مات قبل ما يولده حتى أكيد أنك تقول لي اشدخل هذه في القصة اليوم بس أتمنى أنك تسمعني إلينا الأخير هذا الطفل كان عايش مع أمه واللي تعتبر هي الأم والأب بنفس الوقت بالنسبة لها فكان هو وحيد أمه وأمه تحب حب شديد جدا حبها القوي هذا وصلها إلى درجة أنها كانت تشوفها الدنيا كان فكانت العوائل في ذاك الزمان إذا تبقى أولادهم ينشؤون نشأة قوية وصلبة ويكتسبون قوة الشخصية والفراسة والفصاحة وسرعة البديهة كانوا يودونهم للبادية عند أحد العوائل فهناك كانت عوائل يعني فاتح بيوتهم كبيوت للرضاح فكانوا الحضر يودون أولادهم للبادية عند هذول الناس اللي فاتحين بيوتهم للرضاح يعني والتر عشان يكتسبون هذه المهارات اللي ما هي موجودة أصلا في القرية أو عند الحضر والأم هذه كانت عايشة بين الحضر وفعلا هذه اللي سوتها الأم مع ولدها أخذت ولدها وودتها لمرضعة في البادية والمرضعة هذه ترضعه وتربيه مع أولاده عشان يكتسب هذه المهارات اللي ما رح يكتسبها في القرية يعني أو عند الحضر وكان النظام عندهم يجد السنتين في البادية وبعدها يرجع لأمه فترة ومن بعدها يرجع يعيش سنتين في البادية وهذا السيستم حقه إلين حصل موقف عجيب لهذا الطفل الموقف هذا خوف هذه المرضعة إلى درجة أنها أخذت الولد وودت عند أمها وقالت لها الحقيقة ولدك هذا حصل لشيء عجيب وحكت لها السالفة كاملة وقالت لها أنه والله بعد هذا الموقف خفت الحقيقة وجيت تعطيتك ولديك وما أبغى تخل في مشاكل زيادة وخلاص كذا كفاية علي فقالت لها الأم تمام بس أباك تعرفين أن ولدي هذا ما للشيطان عليه سبيل خلي هذا الشيء في بالك شفت قد إيش الأم تشوف ولدها شيء كبير كانت تحب حب شديد أقول لكم طبعا الطفل هذا كان عمره خمس سنوات يوم رجع الأم يعني باقي الطفل صغير يعني بس بعد سنة بالضبط ويوم كان عمر هذا الطفل ستة سنوات فقررت الأم أنها تزور أهلها فكانوا أهلها في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي هي تعيش فيها والمنطقة هذه يحتاج لها سفر لمدة طويلة وفي نفس الوقت كانت تبقى تعرف ولدها على أخوالها يتعرف على أخوالها ويعيش يعني زي أي طفل ثاني وفعلا لما تغراضها وقررت تسافر لهذه المنطقة البعيد وأخذت معها حاضنة حبشية وسافرت الأحوال في يوم وصلوا وشافت طفل أخوالها وانبسطوا عاش زي أي طفل ثاني جلسوا هناك تقريبا شهر كامل يوم قرروا ويرجعوا أخذت الأم بيد ولدها وراحت به في منطقة غريبة وكانت هذه المنطقة فاضية وفيها قبر ومشت الأم وهي ما أخذ بيد ولدها إلي وصلوا عند هذا القبر وقفوا عليه وقالت لشوف يا ولدي هذه المنطقة ترى تحت هذه المنطقة رجل ميت دفنوها الناس بالتراب وهذه المنطقة تسمى بالقبر جلس الطفل يناظر في القبر قالت لها هذا الجسد الميت اللي تحت هذا التراب ترى شخص أنت دائم هذا الشخص المدفون هنا هو أبوك هذا أبوك اللي تحت التراب فانصدم الطفل صدمة قوية وفجر بالبكاء بكى الطفل بكاء شديد جدا من الحزن أول صدمة لها في الحياة فبكى حتى أبكى أمه معه فحظنتها الأم وجلسوا يبكون في هذه المنطقة الولد يبكي والأم تبكي والأم تحاول تهدي الولد فجلست الأم تهديه اللي بدل الطفل يهدى شوي شوي في حضن أمه والأم تحبس دموعها داخل عيونها قالت لها الأم خلاص لازم تعرف بأن هذا القبر هو قبر أبوك ولابد أنك تتخبر هذا الشيء وتكون من الآن شخصية قوية أنا قلت لك هذا الشيء عشان تتعلم أن الحياة صعبة ومليئة بالأحزن فناظر الطفل في عيون أمه وأخذ نفس قوي وهدي بعد هذا الموقف أخذت الأم أغراضها وقررت أنهم يرجعون لديارها فعلا سافروا بس وهم في طريق سفرهم إلا بالأم تمرض مرض شديد جدا وكان من شدة المرض يغمى عليها يغمى عليها في الطيح تجي الحاضنة وتشل الأم وتمسع على وجهها وترش عليها شوي تموية فتصع الأم وتسأل عن ولدها خايفة على ولدها ما هيهدى نفسها إلا إذا حضنت ولدها ومرض كان متمكن منها لدرجة قوية بس في مرة من المرات طاحت الأم قدام ولدها شالتها الحاضنة إذا كان جسدها ثقيل وبارد فبدأت الحاضنة تهزها وترشها وتمسع عليها موية تحاول أنها تصحيها لكن كانت هديك آخر أنفاس للأم ماتت الأم بس ماتت قدام ولدها فسأل الطفل الحاضنة عن أمه إيش صار وناظرت فيه الحاضنة وقالت لها أمك ماتت أمك مرضت وماتت هنا انهار الطفل وبدأ يبكي بكاء شديد جدا حتى أن الحاضنة ما قدرت تتحمل وبكت معها وصارت الحاضنة ما تعرفش اللي تسويها الحين في قامة تهديه تحضنه وتحديه وتحاول تعوضه يعني في اللحظة هذه والطفل ينادي أمه ويبكي قالت له لازم الحين تساعدني أن نحفر القبر وندفن أمك طفل دوبة أصلا عرف شو القبر وأول ما عرف القبر عرف بأنه قبر أبوه والآن يحفر قبر أمه عرف هذا الطفل بأن أمه يكون مصيرها زي أبوه تحت الترى فقام الطفل هذا وساعد الحاضنة وهو يبكي ويحاول ما يناظر في جسد أمه اللي كان خالي من الروح في يوم خلصوا حفر القبر اللي انتلى من دموع الطفل قامت الحاضنة تجور جسد الأم حتى طاح في القبر وبدأت تردم القبر حتى واسطها بالآخر فقامت وأخذت بيد الطفل عشان يرجعون لدياره لكن ناظر الطفل في القبر وقال ما ندى نروح من دون أمي الكلمة هذه أبكت الحاضنة لأنها تعرف أن الطفل هذا المسكين عايش بموقف الكبير ما يقدر يتحملها في كيف لك بهذه الروح الصغيرة فقال أمي ما نقدر نخلي أمي في هذا المكان الفاضل لازم نأخذها ونرجع للبيت لكن جلست الحاضنة بدموعها تفهم الطفل هذا بأن أمها ما يبحيها وأن الأمر خلاص كذا انتهت حياة أمه فرجعوا لديارهم وهو وحيد من دون أب ولا أم أنا متأكد أنك عرفت من هو هذا الطفل الطفل الصغير هذا اللي عمره ست سنوات فقط هو خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذه قصة عند وفاة أمها آمنة والمكان اللي دفنت فيه الأم هي منطقة تسمى بالأبواق توسط الجيش الطريق بين البدينة ومحمد كل اللي في الجيش اعتقدون أنهم متوجهين لإضافة ما عدى بعض الصحابة اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما أن هذه المعركة كانت في رمضان وكل الصحابة كانوا صايمين وكان الصوم في السفر صعب جدا جدا كان مرهق بشكل كبير جدا بس يوم وصلوا لمنطقة اسمها الأبواق وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وجلس يدي فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن والصحابة يناظروا فالتفات لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيونه مليانة دموه وكان يبكي بحزن وقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي ما لك يا رسول الله شفيك تبكي يا رسول الله في رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأدل فدمعت عيناي رحمة لها من النا الله سبحانه وتعالى منع من أنه يترحم على أمه أم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنجبت خير من مشى على الأرض والآن يجادلون في بعض الممثلين والممثلات النصارى والملاحدة بأنهم يترحمون عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله سبحانه وتعالى واستأذن في أنه يزور قبر أمه فسمح لها الله سبحانه وتعالى أنه يزور قبرها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلي أن وصل لقبرها وجلس عنده موقفت عيونه من البكاء حتى أبكى الصحابة اللي حولها لانبكاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الصحابة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أكثر من يومين من شدة الحزن بعد هذا الموقف الصعب اللي حصل للصحابة واللنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعدة فاضحة من الجوع كانوا صائمين وبعد هذا الحزن والمشقة اللي حصلت لهم استمروا في المشي للجهاد في سبيل الله على ما فيهم من الجوع والعطش في يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الصحابة في السفر والصوم أمرهم بأنهم يفطرون قال لهم افطر الله أحل لكم الفطر الأحد فأفطروا البعض وبعضهم ما أفطر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنافسة على الخير قالوا لا حن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن ما كان عليهم شيء لأفطروا بس من باب المنافسة وما كان ودهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الوحدة بس النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من باقي الصحابة الله أعطاه قوة مو عند البقية مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب الماء على رأسه من شدة التعب بس الصحابة صاملوا فاستمروا في المشي اللي وصلوا لمنطقة اسمها نبيق العقابة اسيام وصلوها إلا برجلين وشابة يقابلون جيوش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لوحدهم كان أمرهم غامض كان واحد فيهم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير جدا في يوم قربوا للجيش قالوا أين رسول الله حنا نبغى رسول الله فمسكوهم ودوهم للنبي صلى الله عليه وسلم بس أول ما شافهم النبي تغيرت ملامحها للغضب وفجأة كذا قام وتجاهلهم طبعا لهم قصة طويلة جدا وعجيب والحقيقة ما يمدينا نذكرها الحين لأنها بنخرج عن الموضوع لكن بإذن الله بنقصها في مقطع مختلف واللي مرة متحمس يبغي يسمع عشية القصة هذه بإذن الله رح نزلها في السناب فمجرد ما تشوف هذا المقطع إن شاء الله بتلقي السنابات في السناب أنا كروح تابعها وانبصر ورح تنزل بإذن الله في مقطع مختلف تماما لأن قصتهم عجيبة علمهم بعد اللي صار هذا كله شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصحابة تعبانين من الجوع ومن العطش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيهم جابوا لها الإناء قام أمام الصحابة كلهم وأخذ الإناء وشربه أمامهم كلهم أعلن إنها أفطر أمام الجميع عشان الجميع يفطروا ويستشدون فأفطروا لأن خلاص الحين ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفئة فإتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكملوا الجيوش والحين صار الوضع أحسن بكثير لأنهم صاروا مفطرين بس يوم وصل الجيوش لمنطقها اسمها الجحفة إلا برجل ثاني يقابل جيوش النبي صلى الله عليه وسلم بس هذا الرجل كان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب كانوا هو وأهله وحلاله كل ما يملك معه في يوم قابلهم العباس إن صدقوا وين رايحين ما كان يعرف إشي السالفة لأنها الخبر كان يعني خفي وكان العباس يبغي يهاجر للمدينة أصلا أسلم ويبغي يهاجر في يوم شافه النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد وعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس حب شديد فطاب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم به وكأن الله سبحانه وتعالى يوسيه بعد حزنه اللي حصل له قبله وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر حتى النبي بأنها آخر المهاجر وما فيه هجرة بعد العباس أبد فسبحان الله بعد الجوع والتعب والحزن اللي حصل لهم الله سبحانه وتعالى كافأهم بترخيص لهم في الصيام وبأن العباس بن عبد المطلب يرسم الابتسامة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حل الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النيران عشان يتدفون ويطبخون وينبسطون يعني فأشعلوا الصحابة النيران في هذاك الوادي حتى أصبح المنظر مرعب لأنهم عشر آلاح صار الوادي مرعب فعلا بس كان فيه رجل يشوف هذا المنظر من بعيد كان يناظر في هذا المنظر المرعب وهم مشعلين النيران فيحكي العباس رضي الله عنه يقول كنت أسمع صوت رجل أعرفه أعرفه كويس بس الصوت هذا رجل من المشركين وهم المسلمين يقول فانطلق جهة هذا الصوت إلا هو فعلا بأبو سفيان أمامي أبو سفيان بن حرب سيد قريش يقول فأوقف وناديه يا أبا حنضلة وكان يلقب بأبو حنضلة لقب ثاني يعني فرد عليه أبو سفيان وقال العباس وجابك هنا أبو سفيان كان يعرف أن العباس معهم في قريش يعني وجابه هنا بين المسلمين فرد العباس وقال أنا مع رسول الله يا أبا سفيان والله ما أرى صباحا إلا في قريش جايكم جايكم بالسيف وبشر اكترى مع عشر آلاف قال أبو سفيان فما الحيلة وش نسوي قال العباس خل الحيلة هالحين وش اللي بنسويه بعدين الحين لو يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم بيك طاراس أنت صاح ينت شفني على راحلة محمد اركب معي خليني أمشي بك لرسول الله وأنت في وجهي لا تخاف يقول فركب أبو سفيان معاه وكنا نمشي بين النيران كل ما مرينا على قوم نادوا علينا من أنتم في يوم يشوفون راحلة النبي وأنا فوقها يقولون عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخافون لأمور طيبة يقول الخطة مشت إلين مرينا على نار عمر بن الخطاب فقام عمر بن الخطاب ووقف الراحلة وناظر فيه وناظر ورايه إلى أبو سفيان يقول فيه يمسك من ملابسه ويجره من على الراحلة فيه موقف ملعب طبعا عمر بن الخطاب كان طويل جدا حتى أنه يترك بالخيد رجوله تجر في الآف كان عمر يجر أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه ويقول الحمد لله الذي مكننا منك من دون عقد ولا عهد تذكر في صلح الحديبي يمتفرد عضلاتك الحين جاينا وأنت أسحبك للنبي عمر بن الخطاب شديد جدا يقول الحباس فعرفت أنه يبغى يستأذن النبي في قتله لأن عمر ما عنده وقت يقول فأركض بسرعة براحلة النبي حتى قدفت نفسه في خيمة النبي أبغى أجيره قبل ما يدخل ليستأذنه في قتله يقول إلا بعمر يدخل ويقول يا رسول الله هذا أبو سفيان اسمح لي في رأسه يقول فأقول يا رسول الله قد أجرته يا رسول الله أنا من أول قد أجرته بناظر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يقول فأمر أني بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أني أخذ أبو سفيان وأخليه بيت عندي وأرجع به في الصباح لأن وقتها كان ليلة يقول العباس بيت عندي أبو سفيان لليوم الثاني في يوم جاء صباح اليوم الثاني أخذت أبو سفيان وتوجهنا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قابل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو سفيان يا أبا سفيان ألم يألك أن تعلم أنه لا إله إلا الله قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لأغنى عني شيئا باع يعني لو كان في إله غير الله سبحانه وتعالى كان قد فادن فأنا أشهد فعلا بأن لا إله إلا الله فقال له النبي يا أبا سفيان ألم يا إلك أن تعلم أني رسول الله أخذ نفس أبو سفيان وقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فالتفت العباس له وقال ويحك أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك هنا أبو سفيان ركب بدأت تهتس قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله فالتفت العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في السر أن أبو سفيان يحب أنه يكون له شيء أو مفخر قدام قومه فحاول يا رسول الله أنك تجعل له شيء يكون له فخر يعني أو شيء يواجه به قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن بس باقي أبو سفيان في قلبه شيء ما كان مزبوط يعني تحس أنه إنجبر ما كان راضي وكان في نظراته عدم رضع يعني بس ما هات فيه وقت لأن الجيش خلاص ما بقي إلا لشوية ويدخل مكة خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع العباس فوقف العباس وأبو سفيان يناظرون في الكتائب وهيت مرة أمام عيونه كان كل مرة يسأل العباس هذه كتيبة من فيقول قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان إليه مرت كتيبة كانوا مدججين بالحديد حتى سميت بالكتيبة الخضراء وكانوا زمان العرب يقولون عن السواد الخضراء فقال أبو سفيان من هذا ولا فرد عليك العباس وقال له هذا النبي مع المهاجرين والأنصار فناظر أبو سفيان بعين يعني حار وقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة فقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم حظيم قال العباس ويحك إنها النبوة فرد أبو سفيان وقال نعم بس مات مالك نفسه أبو سفيان وانطلق لقريش فأول ما وصل مكة نادى بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بحيه فمن دخل دار أبي سفيان فهو آم فقامت عليه زوج تحين ومسكت لحيته وقالت اقتلوا هذا الحميد الدسم الأحمس قبيح من طليعة يقوم يعني بالعامية اقتلوا هذا الدب اللي ما في خير قال لها أبو سفيان والله يا جاية تكجيوش لو ما سكدتي ودخلت بيتك الحين ما يردون راسك إلا من آخر قريش محمد جاي بجيش كبير فادخلي داري كنت ساكت والتفت لقومه وقال ترى جايكم بجيش والله ما بتقدرون عليه ما لكم حيل عليه أبدا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آم فردوا عليه وقالوا لقاتلك الله وما تغني عنا دارك دارك يا الله تكفي اذنين تبقى قريش كلها تدخل دارك قال ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آم شاردوا كلهم وكل واحد دخل بيته واندس يعني واللي دخل المسجد وجالس يناظر من وساحات المسجد والنبي في هذه اللحظات كان ينظم الجيش في منطقة تسمى ذي طيوة خلاص ناوي يدخل مكة وقسم الجيش عشان يدخلون من جميع أنحاء مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها يوصي الجيش ويقول له لا تقاتلوا إلا من قاتلكم بس اللي يقاتلكم قاتلوا ونهاهم زي كل مرة عن قتل النساء والصبيان وقطع الأشجار وحدم البيوت أبدا وإلا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبع يعني لا يقتلون واحد مجروح ولا واحد فار يلحقونه وقال لهم إلا حشرة أشخاص اقتلوهم حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة وكان من هذول العشرة وحشي اللي قتل حمزة رضي الله عنه قتلها في أحده ومنهم حتى هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سوفيا وعيكرمها ابن أبي جهل وبعض المشركين اللي بنتكرمهم في الحلقات الجاية بإذن الله بس ما وقف الأمر هنا لأن قريش ما كانت بتستسلم كهن مو كلهم دخلوا دياره ففي مجموعة من قريش وبني بكر وهو ذيل قلت جمعوا لهم جموع وكانوا مستعدين للهجوم وللقتل بس أول ما عارف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبو هريرة فيقول أبو هريرة فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فأوصله وقول لبيك يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا الأنصار يعني نادل الأنصار فقط يقول فاقوم وأنادل الأنصار يا معشر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يبغاكم يقول فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حوطوا عليه يعني صاروا يطوفون عليه من قوة الزحمة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون أوباشا قريش؟ قالوا نعم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصنا وقال لهم موعدكم الصفاة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في مجموعة من قريش تنوي الهجوم فلا أوصيكم بهم أباكم تحصدوهم لي مثل حصادكم للزروح يعني تحصدون روسهم كنكم تحصدون الزرق وبكده النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهز لدخول مكة جاهز النبي كل الكتائب وكانوا مستعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش بأنها تتقدم إلى مكة بس ما تقدم النبي فدخلت الكتائب من كل جهات مكة حتى صارت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم محوطة بمكة كاملة فما يقدر أحد يخرج من مكة أبدا وتروح شمال بتلقى جيوش جنود بتلقى جيوش صار وضعهم اللي داخل مكة مزري بس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل لا تقاوم اللي بيدخل بيتها هو آم اللي بيرمي السلاح هو آم اللي بيدخل المسجد فهو آم لكن في بعض الناس عنيد في يوم دخلت جيوش المسلمين كان كل الجهات محا تقاوم إلا من جهة واحدة واللي كان يقودها خالد بن الوليد الجهة هذه كانت الكتيبة يقودها خالد بن الوليد يقول خالد بن الوليد جينا نبغى ندخل مكة اللي بصفوان بن أمية وعكرمها ابن أبي جهل والسهيل بن عم كلهم قدامنا ومعهم مجموعة من قريش يعني كانوا مسوين جيش صغير كانوا واقفين بأسلحتهم ويعني في وجيههم إنهم ما رح تدخلون يا ما تدخلون يا رقابنا تروح طبعا هذا الكلام على لسانهم لكن قلوبهم ركيكة فتقدم خالد بن الوليد ومو معطيهم حسابة إذا بيمدون السلاح رقابهم بتروح وفعلا بدأوا المشركين يقاتلون المسلمين قام خالد بن الوليد وصل حتى وقاتلهم قتال شديد حتى إن قتل عشرين رجل لوحده يوم شافوا المشركين إن الوضع زي كده بدأوا يتراجعون شي فشي وهم يتراجعون إلا ويسمعون أبو سفيان يصيح عليهم يصيح عليهم ويقول لهم من أغلق عليه الباب فهو آمن وش فيكم تقاتلون من أغلق عليه الباب فهو آمن وبدأت الجيوش تسمع لأبو سفيان ويهربون للبيوت حتى إن البيوت تكدست بالبشر عشرين واحد وغرفة واحدة نقود الخوف بس قتل من قريش مجموعة وقتلوا أمام عيون أبو سفيان في يوم شاف أبو سفيان هذا الموقف والجثث مرمى من قتل قريش انطلق أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وبيدة خضراء قريش يا محمد لا قريش بعد الآن قولها وهو مجهور يعني قلها بحسرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا حطيت شروط أنا قلت هذا الكلام كامل عشان يقومون يحاربون من بيرفع علينا السلاح بنقتل هذا هو دين الإسلام هو دين مذلة دين عز نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله قال أبو سفيان للنبي خالد بن الوليد قتل منا كثير يا رسول الله هو الوحدة قتل عشر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخالد بن الوليد فيهم جاء خالد بن الوليد لامى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال قال خالد يا رسول الله هم من بدون القتال قاتلونا فقاتلناهم هم نقدر نجلس والله يا رسول الله إني كففت يدي ما استطعت قال له النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكفون السلاح ما عاد خزاعة من بني بكر ليش خزاعة من بني بكر تتذكرون إيه سوت بني بكر في خزاعة في الأصل يوم ذبحوهم عند ماء الوتير في ذيك الليلة اللي حصلت فيها مذبحة ملحمة سووا فيها فمنع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ما أحد يقاتل فقط خزاعة تقتص من بني بكر وحط لهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة بأنها تقاتل بني بكر إليه صلاة العصر فقط عشان يطيب خاطر خزاعة من اللي حصل فانطلقوا خزاعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل حصل والرسول صلى الله عليه وسلم باقي ما دخل مكة بنفسه في إيش كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء اللي قبل نبدأ لازم نشرحها لازم نشرحها لكم عشان إذا ذكرناها في القصة تفهم الموضوع بشكل أحسن واللي من هذه الأشياء من هم الأنصار ومن هم المهاجر أعرف أن أغلبكم يعرف بس عشان تتضحي الصورة لبعض اللي ما هي المهاجرين هم اللي هاجروا من قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم وأوطانهم وتركوا حتى بعض أموالهم وراهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا إيمانا بالله ونصرة لرسول الله فأنزل الله سبحانه وتعالى في وصفهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون فهم أعظم درجة من الأنصار اللي هم من العرب العاربة والأنصار كانوا هم سكان يثري اللي تسمى بالمدينة المنورة الحين وهم قبيلتين الأوس والخزر وسموا بالأنصار لأنهم هم الوحيدين اللي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عادة قريش بل جميع قبائل الجزيرة العرب والعالم كامل حتى وتوعد المشركين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والتعليم من بين العالم هذا كامل نصروه الأوس والخزرج سكان يثري اللي يسموا بالأنصار فأنزل الله سبحانه وتعالى في الأنصار هذه الآية وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العفل الله يجعلنا ممن اتباعهم بإحسان يا رب العالم ويجمعنا معهم في جنات تجري تحتها الأنهار قولوا آمين أما الشيء الثاني من هي هذه العائلة اللي تملك مفتاح الكعب وليش معهم المفتاح إلى يوم كار هذه العائلة الحين يسمونها بنو شيبة ونسبهم يعود لبنو طلحة وهم من بنو عبد الدار وبنو عبد الدار هذول بطن من بطون قريش وكان نسبهم يعود إلى إسماعيل عليه السلام وكان عندهم مفتاح الكعبة اللي توارثوه من إسماعيل عليه السلام أبا نحنجح عدريش السؤال اللي في ذهنك النبي من بني هاشم وهو من نسل إسماعيل عليه السلام برغ يعني كان مفتاح الكعبة مع قصي قصي بن كلاب هذا كان جدة إسماعيل عليه السلام وقصي بن كلاب هذا ولد من جدة مفتاح الكعبة يعني كان مفتاح الكعبة مع قصي وكان عند قصي أولاد ومن هذول الأولاد عبد مناف وعبد الدار عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الدار اللي هو جد بن طلحة واللي هم بنوا شيبه الآن في يوم مات أبوهم قصي بن كلاب أولادها تقسموا الولد وكان مفتاح الكعبة من نصيب عبد الدار اللي هو جد بن طلحة أما أخوها عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من نصيبها المفتاح لكن المفتاح هذا قد تعرضوا بنو طلحة بسببها لحروب دامية فتوارثوها حتى صارت من نصيب رجل اسمه عثمان بن طلحة وهو صحابي من الصحابة اللي أسلم مع خالد بن الولي أسلموا مع بعض وهاجروا مع بعض وتذكرونها القصة قد ذكرناها قبل وعثمان بن طلحة يقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهم قصيبين كلا في قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان بن طلحة المفاتيح في قص عثمان بن طلحة قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل لعثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف قبل الهجرة واللي يحكيها هو بنفسه فيقول كانت معنا مفاتيح الكعبة وكنت أفتح باب الكعبة كل اثنين وخميس فيقول بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرب اللي كانت عليه من قريش قابلني رسول الله ودعاني للإسلام وقتها كنت كاف يقول فأقول له يا محمد والله هناك عجيب أنت وضعك عجيب كيف تطمع أني أتبعك أنا وقد خالفت قومك ودين قومك وجئت بدين محدد فرفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فجاء يوم من الأيام اللي أفتح أنا فيه باب الكعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحضور اللي كان يبغى يدخل الكعبة في أكتر كان يبغى يدخل مع الناس يقول فأغرثت عليه ونلتوا منه دكدق وضربه وهزقه يعني الله أعلم إش اللي سوى قدر يقول والعجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلم عني ما سوى لا شيء يقول وقال لي بكل هدوء يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شهد يقول فأناظر كلمة غريبة يعني خاصة بعد ما أديت يقول فأقلت لقد هلكت قريش وذلت يعني إذا حصل هذا الشيء يعني قريش راحت فيها فقال بل عمرت يوم إذ وعزت يقول والله إن دخل الكعبة وكلمة هذه لها صدى في قلبي وجلست أفكر فيها فترة طويلة حتى إني صدقت كلامه يعني ثقة اللي كانت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمقالها يعني شيء ثاني أو عجيب حتى إني رغبت في الإسلام لولا أن هوني قومي نهي شديد شفت الموقف هذا لا دخل بقصة لك كان حول الكعبة 360 صنع يقولون الصحابة والمسلمين يوم توسطنا مكة وصلنا عند الكعبة اللي لقين الـ 360 صنع هذولا مسمارين بالحديد ومربوطة ومشدودة بالحديد طايفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدمها فربطوها وثبتوها في الأرض من خوفهم عليها يقولون في يوم وصلنا كان نهار يوم من أيام رمضان وكان ما باقي على رمضان لا أيام بصيرة يعني في أواخر الشهر في العشر الأواخر يقولون وقفنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يجي ما نقدر نسوي شيء إلا برسول الله وأمر منه ووقفنا في ساحات الحرام بس النبي وقتها كان في دار أم هاني بنت أبي طالب كان يغتسل قبل دخولها لمكة فتقول أم هاني كانت فاطمة بنت رسول الله مع أبوها وكانت تمسك لها الغطاء وهو يغتسل عشان يغتسل ويلبس وهو متستر يعني تقول من بعد ما اغتسل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أخف منها إلا أنه يتم ركوعها وسجودها وتقول والله ما قد شفت رسول الله يصلي هذه الصلاة من قبل فاستدلوا أهل العلم بأن هذه الصلاة هي صلاة الفتح فإذا فتحنا بلاد من البلدان من السنة لقائد الجيش أنه يصلي صلاة الفتح ثمانية ركعت يسلم في كل ركعتين وهذا اللي كانوا يسوونها الصحابة يمكانوا يفتحون البلاد الإسلامية علمهم أن الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالنبي يظهر لهم على ناقتها القصوة كان جاي من بعيد لهم يقولون الصحابة كان مع مجموعة من المهاجرين والأنصار كانوا حولها وكان منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيب يقولون الصحابة ما عبرنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر على ناقة كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة ومخفض رأسه حتى إن لحيته كانت تمسح في ظهر القصوى يعني مخفض رأسه لهذه الدرجة من التذل لله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل بصوتها الجميل سورة الفتح إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا إلى آخر السورة وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم باين وجهور من دون ما يرفع صوتها كان صوته فيه بحة جميلة صوته كان مميز وجميل وواضح وباية فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكة بعد ما غاب عنها عشر سنوات وخرج منها وكان يقول بلسانه والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك ما خرجت وخرج منها ووعدها الله بالنصر بأنه يرجع منصور والآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها وهو متدلل لله يحمد الله على نصر بعد عشر سنوات والآن صار وقتها يناظرهم في ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومختلطة مشاعرهم بين الفرح والحسن يقولون الصحابة فمشى رسول الله حتى الحجر الأسود فسلم على الحجر الأسود بعصن كانت معه يقولون من بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف حول الكعبة وحول الكعبة أصنام مليانة 360 صنع فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشهر ومن بعدها توجه للأصنام بعصن يقولون الصحابة الأصنام كانت مشدودة بالحديد ومسمرة وكانوا المشركين حريصين إنها ما تتحدث لو عشر رجال يقومون يحاولون في هذا الصنم يهدمونه ما يقدر من شدة تربيطهم لها بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعن الأصنام بعصاه فتسقط على وجهها يطعنه واحد المنظر عجيب ومهيب جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيده وبعد ما هدمت كل الأصنام لحول الكعبة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة ونادى عثمان بن طلحة يقول عثمان بن طلحة فتوجهت لرسول الله فقال لي يا رسول الله ائتني بالمفتاح ورحت لين البيت وقلت لأمي يا أمي أعطيني المفتاح رسول الله يبغى مفتاح الكعبة يقول في يوم قلتها لأمي تغيرت ملامح وجهة وقالت لا ما أنا معطيك قال يا أمي انتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وقد هدم كل أصنام انتهى الأمر جالس يحاول فيها حتى أعطتها المفتاح بعد محاولات شديدة يقول فأخذت المفتاح وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه المفتاح يقول فتذكرت الموقف اللي حصل بيني وبين رسول الله قبل البحثة أيام كدبت وكنت أضايق عند نفس هذا الباب يام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى يأتي يوم من الأيام يكون المفتاح بيدي أعطيه من شئت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الموقف ما تذكرت لا في ذيك اللحظة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة من بعدها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى عمر بن الخط وأمره إنه يدخل ويمحو كل الصور اللي داخل الكعبة كانت الكعبة مليانة من جوه جميع أنواع الصور والأصناع فوقف النبي وما دخل شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل لا في عمرة القضاء وحتى في فتح مكة حتى تمحى الصور يقول عمر دخلت وألقي الكعبة مليانة بالصور والرسوم والأصناع جميع الأنواع اللي تتخيلها حتى إنها مرسومة في جدار الكعبة يقول عمر فأستعين بالله وأكسر الأصناع وأمحي الصور اللي كانت موجودة حتى انتهيت منها وكانت كثيرة جدا إلى درجة أنها صعب أنك تلحق عليها كلها لكن يوم انتهيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فلقي حمامة مصنوعة من عيدها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكسرها ورماها في الأرض يقولون الصحابة كسرها بيدها زكية فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض صور للأنبياء ومن هذه الصور صورة لإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وكانوا ماسكين في أيديهم الأزلها والأزلام هذه مثل الكاسة فاضية وموجود فيها سهام وفي السهام هذه مكتوب عليها افعل ولا تفعل فإذا كان الواحد يبغى يقرر قرار مصيري في حياته مثل تجارة أو سفر يروح إلى هذه الكاسة ويأخذ سهم من السهام فإذا طلع في السهم افعل يفعل وإذا طلع لا تفعل مستحيل باقي سوية وهذه الفعلة ما تجوز أبدا الأزلام ما تجوز أبدا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال قتلهم الله والله ما استقسما بالألزام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم صور من هذه الصور لمريم عليها السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلوا من المقر عشان يمحوا هذه الصور بيدها جابوا الصحابة الدلوا هذا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدلوا وبدأ يمحي هذه الصور وهذا يدل على أن الصور كانت مرسومة على الجدار دليل واضح على أن الرسم الأرواح لا يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يمحوها ويقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلق شوف كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على محو الصور وطمسا يجيك واحد كده وجه مربع يقول لك لا فيها اختلاء مصيبة والله ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدل وجلس يمسح الجدران من الصور وكان يقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلقون والحين تلقاها زينة في البيوت صرت زينة فبعد محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الصور اللي بقيها أخلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعبة والصحابة كلهم برا يعني ينتظرون رسول الله وما كان مع رسول الله إلا بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعثمان بن طلح ثلاثة صحابة فقط يقولون الصحابة فمكث في الكعبة طويلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة يقولون الصحابة بعد فترة من مكوث النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة خرج بس أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسابقنا على رسول الله وكان فوق درج الكعبة وكان ماسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم بعدها قال ومن بعدها بدى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع مشركين قريش فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل به إيش بيسوي فيكم وأنتم اللي سبيتوه وأديتوه وعذبت صحابته وتجمعت على قتل حتى تردتوه من مكة اللي تعتبر أحب البلاد إلى رسول الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اشتت وقعون بسوي فيكم أنتم الآن تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر بقتلكم كلكم كان حق له بعد الشي اللي سويتو فيه قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطرقاء شفت القصة هذه تراهية ضعيفة لكن اللي مجتمعين عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم بعد اللي سووه فيه واعتقد لو أن أي واحد مننا صار له ثلث اللي صار للنبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومكنها الله سبحانه وتعالى منه أنا أقسم لك بالعشر ممكن تفتح فيه محل شوارد من لحمة فقط شف يا أخي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عظيمة الله اللي خلق السماوات والأرض فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ما كان راه كان يناظر بهذا المنظر وهو ما عاشب هالوضع بداخلهell وضع مو عاشب باقي في نفسه شيء نادى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن يقول عثما نبني طلحا فأخذت المفتاح ورجعت الأمه وأعطيتها المفتاح إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديني مرة عدة يقول فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وإني أشهد أنك رسول الله في المفتاح مع بني طلحا إلى يومك هذا وليسمون ببني شيبا بس شفت المنظر هذا كامل كان يشوفها أبو سفيان سيد قريش زماني يقول كنت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشون وراء وأنا أفرم بداخل ما هو عاجبني الوضع مرة بنفجر وكنت أقول بنفسي جو نفسي أني لعوت أقاتل هذا الرجل وأنني أجمع مجموعة كده وأنقلب عليه باقي أفرم بداخلي وكل هذا يجري بنفسي بداخلي يعني حتى ما نطقته بلساني يقول وأنا أحدث نفسي بهذا الحديث بموت من جو تاكني الحسرة إلا بيت تضرب على ظهري بين كتيفين وفلتفت إلا برسول الله في وجه ويقول لي إذن يخزيك الله يقول أبو سفيان إن صدمت صدمة قوية جدا لأن هذا الأمر جاهز أحدث به نفسي مستحيل أحد أصلا ما تكلمت به أصلا ما قلت حرف ما في أحد مطلع على اللي في نفسي إلا الله سبحانه وتعالى ومستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إلا من الله يقول والله ما أيقنت أنه نبي حتى الساعة تيقنت بأنه نبي لأنه ما في أحد يعرف اللي في صدره غير الله سبحانه وتعالى تيقنت بنبوته وهذه القصة ذكرت في دلائل النبوة للبي كانت من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل هذه الأحداث كانت قبل صلاة الظهر في أم جهت صلاة الظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالة بن رباح إنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن لصلاة الظهر في طلع بلالة بن رباح على ظهور الصحابة وجلسه تسلق الكعبة يتسلقها حتى وصل إلى أعلى الكعبة فوقف بلال بن رباح فوق الكعبة والصحابة تحت يناظرون في بلال بن رباح وبدأ بلال بن رباح يؤذن لصلاة الظهر يؤذن رضي الله عنه بصوتها الجميل والصحابة مو مصدقين المنظر منظر يعني كانوا يتمنون زمان كانوا يتمنون فقط أنهم يطفون حول الكعبة والحين بلال بن رباح فوق الكعبة ويؤذن لصلاة الظهر كانت هذه الصلاة أول أذان للمسلمين علنا في مكة المكرمة بس كان في مجموعة جاسة ناظر في هذا المنظر وهم حروقين من جوه وكانوا ثلاثة أشخاص فكان أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هجام كانوا جالسين بفناء القعبة في مكان ما فيه أحد كان خالي المكان هذا فكانوا جالسين فيه وماخذي الراحة وكانوا وقتها هم من المشركين فقال عتاب لقد أكرم الله أبي أن لا يسمع من هذا اللي جالس يأذن ما يغيره كويس إنه مات قبل ما ينفحس من الأذان اللي قاعد يسمعه فقال الحارث أما والله لو أدري أنه على حق لتبعته لكني أدري أنه على باطل أبو سفيان ساكت ما أتكلم باقي في عقل هالموقف اللي حصل له مع رسول الله فقالوا وانت يا أبو سفيان وش مشاعرك في هذه اللحظة البئيسة اللي قاعد نيشه فقال لهم والله ما قول شيء واخروا عني كلكم قالوا ليش يا أبو سفيان أفا عليه شفيك كده قلبت علينا فقال لهم لو تكلمت بيعرف عني رسول الله قالوا له وين محمد وين وحن في مكان ما فيها حق وشفيك قال لهم بالله لو تكلمت الأخبرت عني هذه الحصاء أنتم ما تدرون إشي اللي حصل لي مع محمد استغربوا من الكلام أبو سفيان بس فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه جهد يجيهم هم جالسين فسقح يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علمت الذي قلت وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل اللي قال له بالحرف فانصدم كيف حرف واستوعبوا مقصد أبو سفيان في اللحظة قالوا الحارث والعتاب والله ما اطلع على هذا أحد والله إن في مكان ما فيها أحد فنقول لنا أخبرك نشهد أنك رسول الله فأسلموا أسلموا الثلاثة كلهم وحسنوا سلامهم وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد الصلاة انطلق أبو بكر وجاب أبوه أبو قحافة وكان شائب كبير في السن من كبر سنة أصيب بالعب وشعر لحيته بيضاء يا الله يا الله يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه قال أبو بكر يا رسول الله والله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت يقول أبو بكر فأجلس أبويه بين يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ثم قال له أسلم أبو قحافة شائب كبير في السن يقول أبو بكر فأسلم أبي في هذه اللحظة ولكن تفجرت أنا بالدموع بكيت بكاء شديد أمام رسول الله يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي إيش تتوقعون سبب بكى أبو بكر في هذه اللحظة إن أبوه أسلم قبل يموت لا يقول يا رسول الله تمنيت إنها عمك اللي أسلم في هذه اللحظة مو أبوه ما تمنيت إنها أبويه تمنيت إنها عمك لني أدري إنه قد إيش تحب وأدري كيف تأثرت من إنه مات على الشرك فبكيت يا رسول الله حزنا في هذه اللحظة عمك كان في مثابة الأب بالنسبة لك يا رسول الله يقول فتمنيت في هذه اللحظة إنه يكون عمك أبو طالب بدل ما يكون أبوه فبكى أبو بكر حتى امتلى وجهه بالدموع من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الكثير من قريش في هذاك اليوم أسلم الكثير حتى إن تجمعوا قريش يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتش كل من يمر عشان يبايع رسول الله في هذه اللحظة كانوا الأنصار يناظرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرون بنظرة حزنه هو في مكة في قرية في المكان اللي ترعرع فيه أحب البلاد إليه بين عشيرة وفي المكان اللي عاش فيه طفولة فقالوا أما رسول الله فأدركته رغبته في قرية ورأفه بعشيرة هل تتوقعون أن رسول الله بإنسانه؟ خلاص رجع لمكة بإنسانه ويتركه وبيجلس بين أهله وعشيرته وقومه ويعني يقولونه وكذا يقولون ما يبغون النبي ينساه ويتركه بس وهم في هذه اللحظة إلا بالنبي ناديه يا معشر الأنصار فانطرقوا الأنصار كالعادة يسمعون لرسول الله ويقولون لبيك يا رسول الله فتجمعوا كلهم حول رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم أن الرجل أدركته رغبته في قرية فقالوا الأنصار قد كان ذلك يا رسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا إني عبد الله ورسوله حاجرت إلى الله وإليك والمحيا محياكم والممات ممات كذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي قالوه الأنصار يقول أبو هريرة فتفجروا الأنصار بالبكاء حتى وصلت دموعهم إلى أنحارهم من البكاء رضي الله عنه قاموا يحضنون رسول الله ويقولوا له يا رسول الله ما قلناها إلا رغبة في صحبتك يا رسول الله ونغار من أن أي أحد يأخذك منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذيرانكم وبايعوا كل أهل مكة رسول الله في هداك اليوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدر دم عشرة من الأشخاص وين ما لقيوهم الصحابة يقتلونه حتى ولو كانوا متمسكين بأستار الكعبة انطلقوا الصحابة يدورون لهذول الأشخاص واللي كان منهم هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان باستجمعوا نساء قريش لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين هذول النساء هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان وكانت متخفية ومتنكرة بينهم عادة مكة على ملة إبراهيم عليه السلام على يد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أما قصة زوجة أبو سفيان بإذن الله رح نقصها في المكاطع الجاية لكن إذن هنا فتح الله سبحانه وتعالى مكة وكانت هذه قصة فتح مكة لكن بعد فتح مكة بسنين وبعد وفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة وبالتحديد عام 200 هجري كان فيه فتى من بني طلحة من العائلة اللي تملك مفتاح الكعبة زي ما ذكرها هذا الفتى في يوم من الأيام كان يهتم في الكعبة كان ينظفها من الداخل ويغسلها ويطيبها بس في يوم من الأيام هذا الفتى أصابه مرضه والمرض هذا شديد جدا فيأسوا منه مرض ما لا علاج أبدا فدخلوا عليه في يوم من الأيام وهو ينازل كان خلاص روحه بالتطلحة وأيقنوا بموته خلاص بيموت فمر اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث وهو لا زال ينازع الموت ما مات جلس ينازع الموت أيام طويلة حتى استغربوا وضع هذا الفتى قال ويش فيه هو من بين الناس جلس ينازع فترة طويلة جلس يتعدب فجاء أبو الفتى هذا وجلس معاه وقال له صارحني يا ولد ايش سويت بالضبط فيه شي سويته أنا ما عارفه فقال الولد الحقيقة دخلت الكعبة فوجدت بها كنز فأخذته منه فعرف الأب سبب حالة ولده في ايش هو هذا الكنز تذكرون قصة إبراهيم وإسماعيل يوم بنوا الكعبة ويوم قلنا إنهم حفروا في يمين الكعبة حفرة وهذه الحفرة غامضة سبب حفرهم لهذه الحفرة كانت الهدايا اللي تهدى للكعبة فأي هدية تهدى للكعبة من فضة أو ذهر ترمى في هذه الحفرة اللي بداخل الكعبة في يوم أخذت جرهم حكم مكة وظفوا واحد يحمي الكعبة عشان لا تنسرق الأموال اللي بداخلها أموال كثيرة أي واحد يجي يزور البيت أو يطوف به يرمي بداخل هذه الحفرة من الهدايا والذهب فوظفوا هذا الشخص عشان يحرص الكعبة ويحميها ولكن كان الوباء حاميها حراميها فهذا الحارس سولت لها نفسه في يوم من الأيام إنه يسرق من كنوز الكعبة ومن أموال الكعبة ففعلا خطت ودبر الموضوع وجهز خطة مدبرة وجاء اليوم المناسب ودخل داخل للكعبة ونزل في هذه الحفرة وملا ثوبة من الذهب والحلي وكانت أحلامه بأنه خلاص سيصبح غني من الأغنية بدل وظيفته حماية الكعبة بس يوم جاء يصعد من الحفرة إلا بحجر يسقط ويسد هذه الحفرة فجلس هناك حتى كشفوه وطلعوه من الحفرة ورجعوا أموال الكعبة فيها جوي يبغون يشوفون الكعبة وأحوالها من الداخل لكن انصدموا بتعبان أسود مرعب جدا داخل الكعبة أول ما جوي يدخلون إلا بهذا الثعبان يهاجمهم وكان هذا الثعبان مسيطر على جوف الكعبة ما حد يقدر يدخلها فجلس هذا التعبان داخل الكعبة يحميها حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان شافة يعني قبل بعثته وكان له قصة حتى مع قريش فبعد عام الفيل وكيف شافوا عذاب الله سبحانه وتعالى على أبرهة وأعوالها خاصة أن أبرهة كان ينوي هدم الكعبة فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طير من أبابيل معهم حجارة من جهنم تركت جنود أبرهة كلهم عظام نشبة في الأرض منظر عجيب شافتها قريش بعيونها وهذا الشخص كان نيته يهدم الكعبة بس في هذا العام نفسه كان مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب جاء سيل قوي في مكة السيل هذا سبب تصدع في جدران الكعبة فقامت قريش تتشاور في إعادة بناء الكعبة أمر عظيم جدا يعني مو أي واحد يقدر يسويه فتفقوا إنهم يجمعون أموال حلال لإعادة بناء الكعبة ولا تبنى الكعبة إلا بالأموال الحلال ما تبنى بالأموال الحرام يعني ما يدخلون في المسألة أموال حرام والمشكلة إن أموالهم الحلال قليلة أغلب أموالهم حرام الله المستعد بس شوف كيف هم عارفين يعني في يوم جمعوا أموالهم إلا بأموالهم قليلة إلا بخبر يوصلهم بأن في سفينة تحطمت على شاطئ والشاطئ هذا قريب وإن خشبها يباعي فقالوا تمام خلاص نروح نشتري هذا الخشب يساعدنا في بناء الكعبة والمنطقة قريبة وامورنا تماما وفعلا انطلقت قريش كما تشتري هذا الخشب فاشترت هذا الخشب ورجعه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقه وكان حتى يشيل الأغراض على ظهره فكان يشيل ويركب معهم ويتعب تعب شديد جدا وهذا كله قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فرجعوا لمكة وبدأوا جمعون الحجارة من أطراف مكة عشان يبنونوا الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم معاهم يشيل الأحجار على ظهره في يوم جمعوا عدد من الحجارة جاءوا قربوا من الكعبة إلا بالثعبان يخرج لهم خرج من داخل الكعبة وبدأ يدور على جدران الكعبة وهو مبرز أسنانه ويقولون في وصف هذا الثعبان بأنها حية سوداء الظهر بيضاء البطن لها رأس مثل رأس الجديد يعني أظن أعتقد أنها لها قرنية بس شكل ملعب الحقيقة ومقزز فضاقت قريش وقالوا بأن هذا الثعبان يمنعنا وما معنى إلا طريقة وحدة أن نقف عند مقام إبراهيم ندعو الله إنه يبعد عنه هذا الثعبان فقام فيهم أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه الوليد بن المغير هذا كان شايب كبير فيهم قام فيهم وخطف فيهم خطبة فقال فيهم ألستم تريدون في هدمها الإصلاح؟ فقالت قريش بلى قال فإن الله لا يهلك المصلحين ولكن مثل ما اتفقنا لا تدخلون في عمارة البيت مال حرام خلوا أموالكم كلها حلاء وجنبوا بيت الله الخبيث من أموالكم فلا تدخلون فيها مال حرام أبدا حتى مهر الزاني فإن الله لا يقبل إلا طيبة مشركين قريش كانوا متشددين في دينهم ترى ولكن دينهم باطل بس تقدر تحس فيهم بقايا من الدين الصحيح فتاة بسيطة فجالس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي معاه وهم يدعون إلا بطائر أسود له بطن أبيض وأرجل صفراب يجي من بعيد إليه نوصل عند الكعبة ويلتقط هذا الثعبان برأسه ويطير ويقال بأنه رمى هذا الثعبان في مكان اسمه أجياد الصغير فقالت قريش لعل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى رضي عننا وقبل منا أموالا أقول لكم وش راهكم يلا نهدمها من يبدأ في الهدم إلا قريش كلهم ساكتين ما حد رفع يده ولا حد قد وكلهم يجيهم فلاش باك لا أبرى خايفين من عقاب الله سبحانه وتعالى يحل عليه فبدأ كل واحد يناظر في الثاني وينتظر من هذا الشخص اللي بيتقدم ويهدم الكعبة أو يبدأ في هدم الكعبة فالكل تراجع معاد الوليد ابن المغيرة فقال أنا اللي ببت في الهدم أنا شيخ كبير فإذا أصابني شيء كان قدنا أجلي يعني كذا كذا أنا بموت يعني أنا كبير وخلاص عشت من الحياة ما يكفيني فقاموا تقدموا بيده فأس وناوي يهدم الكعبة رفع في السماء إلا بحجر يهتز من تحت رجلها هنا تملكها الخوف وبدأ يناجي الله بيقول اللهم إنما أردنا إلا الإصلاح يا ربي ما نبغى إلا إنا نصلح وبدأ يضرب الكعبة حجر حجر وقريش تناظر في هذا المنظر وهو جالس يهدم الكعبة فهدم منها جزء ولا أحد ساعده ولا أحد قرب منه وقالت قريش والله من ساعده إليه ننتظر لليوم الثاني ممكن الله سبحانه وتعالى يعاقبها في الليل بيحل عقاب الله عليه 100% فقاموا الصباح الثاني إلا بالوليد بن المغيرة معها فاسة وبخير وامورة طيبة ورايح يكمل الحدم حتى فقاموا بعدها ساعدوا حتى هدموا الكعبة للأساس في يوم وصلوا لأساس الكعبة لقيوا شيء عجيب في يقولون فأبصرنا حجارة كبيرة مثل أسنمة الإب ويقال بأن لونها أخضر أو ما إلا الخضار فتملكنا الفضول إش هذه الحجارة العجيبة خاصة إنها كبيرة جدا وهي تحت الكعبة يعني وصل فيهم الفضول لدرجة كبيرة يقولون فبدأنا نحرك هذه الحجارة عشان نشوف مداها ونبغى نشوف إشي اللي تحت هذه الحجارة شكلها غريب وموقعها غريب برد يقولون فقام الوليد بن المغيرة بفأسه وأدخله عشان يبغي يقلع الحجر ويشوف إشي اللي تحته فكسر الحجر إلى جزء فقام واحد من قريش يشيل جزء من هذا الحجر عشان يشوفون إشي اللي تحته فضول خلاص واصل معهم درجة كبيرة يقولون بس ما أمداه يرفع هذا الحجر إلا بالحجر يعود مكانه ويخرج من الحجر برق كاد أن يخطف أبصارنا ورجفت مكة رجفة بأسرها تزلزلت الأرض من بعدها يقول فخيفنا خوف شديد على قد ما كان عندنا من الفضول ما حدر يقرب من بعدها لهذه الحجرة يقولون خلاص بدأنا نركز على بناء الكعبة بنوا من الكعبة جزء كبير وهم في نص البناء استوحبوا بأن أموالهم ما تكفي وأنهم ما يقدرون يرجعون الكعبة زي ما كانت وما كان معهم خيار إلا أنهم يجعلون الكعبة بشكل مربح ويبنون جنب جدار يطوفون الناس من وراء هذا الجدار مثل الشكل اللي نشوفها اليوم ورفعوا باب الكعبة وبنوا لبابها درج وقالوا عشان السيول وعشان برضو لا يدخل الكعبة شخص ما نبغى إذا كرهنا شخص إنه يدخل الكعبة دفيناهم الدرج بس إنهم في هداك الوقت ما كانوا يعرفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوقف فوق هذا الدرج وبيخطب فيهم خطبة فتح مكة يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنهم من فوق هذا الدرج اللي يبنوا عشان يدفعون منه اللي يكرهونها وهم ما كان عندهم أكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين هنا وصلنا لنهاية قصة كل هذه القصصة العجيبة التي ذكرناها من كتاب أخبار مكة للأزرق وهذا الكتاب هو من أقدم الكتب الموثوقة عند المؤرخين ولا تخافوا راح أحط لكم هذا الكتاب PDF في صندوق الوصف بإمكانك أن تتروح وتقرأ بنفسك تتأكد من المعلومات بشكل مباشر إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسة اللي موجودة على هذه القناة في ثلاثة سلاسة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صغفرك وتبولك نشوفكم على خير ورح توحجوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر